السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعي قناة أحمد الداودي عاجل التعليم العالي تمدد فترة التقديم للجامعات والكليات الأهلية وبالحدود الدنيا للعام الماضي أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديدها لفترة التقديم للجامعات والكليات الأهلية والدراسة المسائية في الجامعات الحكومية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 10-11-2019 ووفقا للحدود الدنيا لمعدلات السنة الدراسية الماضية 2018-2019 للتقديم والمنافسة وقال المتحدث الإعلامي على موقع الوزارة الرسمية وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور قصيل سهيل يوافق على تمديد فترة التقديم على الكليات الأهلية لغاية يوم الأحد القادم ويسمح للطلبة التقديم على الحدود الدنيا للعام الماضي استجابة لمطالب الطلبة وذويهم بالموفقية لطلبتنا الأعزاء لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو دعما للقناة شكرا لكم تحياتي أحمد الداودي وإلى اللقاء شكرا لكم